بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين نواصل دايماً في Chapter 1 Lecture 7 شو فيه Variable Name Variable Name ايش هو؟ Variable Name هو اي شيء عرفناه اي Variable عرفناه في المتلاب اللي هو الموجود اصلاً في Workspace شايف هنا عندي A, Small A, Capital A يعني هذه الشغلات كلها معرفة اصلاً هنا في Command Window نسميها اللي هي ال Name هنا عنده اللي هو Variable Name, Variable Value Variable Minimum اوكي؟ اذن الفارية بال Name هي اسمها المتغيرات اللي هي موجودة عندنا هذا اللي هي قواعد اولاً لازم تكون تعرف انه Small and Capital and Small Letter الماتر بفرق بين اعتم كيف يعني؟ لاحظ هنا هنا عندي Small Capital A و Small A كل واحدة منهم معرفة وحدها اللي هي قيمة واحدة اوكي؟ اذن كل واحدة منهم معرفة بطريقة مختلفة Variable Name must start with Letter اي فارية بالوداك تعرفوا في ال Workspace يجب انه يكون بادئ بأيش؟ بادئ بحرف لو ما بدأتو بحرف ايش اللي هيحصل؟ هيحصل لك هنا Can get an error زي مثلاً ما هو موجود عندي هنا هنا حاولتني أبدأ برقم ثلاثة أي إقوال خمسة قال لي لا خلاص هذي error لاحظة هنا error لكن يقول لك after that بعد ما تبدأ بالletter كان combination of ممكن تعمل تركيبة من letters زي مثلاً تقول XX equal 4 أو number بعد ما بدأت بx خمسة ممكن تقول x خمسة equal 3 أو underscore ممكن تقول x مثلاً underscore 5 تساوي 4 وهذه كلها يقبلها لكن بشرط أنك تبدأ بletter زي ما قلنا هنا والمفروض أنه الاسم هذا الموجود عندك هنا كل هذه المفروض أبداً ما يكون فيها أي واحد من special character plus minus بسمة underscore and at ولا هذي كل هذه الإشارات ما مستحق تكون موجودة عندها إذن هذه ما يقبلها نهاية أما هنا فيقول لك don't name لا تسمي الفرية بالname بش بأي اسم الفنكشن الموجودة عندك في مكتبة الماتلاب زي المين والماكس وسكوير وكوساين تان ومين وهذه كلها الموجودة عندك في مكتبة الماتلاب لأنك هو حيقبلها لكن اللي حيحصل هو شغلات ما كنت تتوقعها مثلاً لو جيت قلت له قلت له أنه الكوساين equal خمسة حيروح للwork space صار عنده variable اسمه كوساين equal خمسة بعد شوية لو جيت قلت له يعطيني الكوساين تبعها خمسة حيقول لك لا هذه حتعمل له مشكلة حتعمل له مشكلة ما يعرف كوساين خمسة لأنه أنت عرفت استخدمت الاسم هذا في فرية بالنية ما تلاب ما تلاب reserve word don't work either كمان بما أنه قلنا هنا لا تستخدم الفنكشن كمان لا تستخدم الأمور المعرفة مسابقاً زي الآي والج وأبسلون وباي اللي هي قيمة ثلاثة فسر باطعش هذو لا تستخدمهم الآي والج اللي معروفهم تستخدم للعداد التخيلي يلا هنا هنا بدنا نحل المثال إيش هو المثال هذا؟ يقول لي عندك سفير عندك كرة هذه الكرة نرسمها هنا هيقول لي إيش هو الريجاس تبعها الريجاس تبعها الريجاس تبعها هنا أعطاها قيمة واحد ونص يقول لك لو زاد حجمها لو زاد حجمها بنسبة ثلاثين بالمئة هذه ثلاثين بالمئة من الفوليوم اللي هو الأصلي قديش هيكون الريجاس الجديد تبعها RN ساوي كم؟ هي نفقتها بنسبة ثلاثين بالمئة كم هيكون نصف القطر تبعها؟ أولاً عند دخل الماتلاب اللي هو الـ RN هذا variable name ساوي واحد ونص الـ RN هل يقدر استخدم الفوليوم؟ طبعاً أربعة باي R كيوبك على ثلاثة هو قال لي أنه الفوليوم يقدر استخدمه بهذه الباي هذه اللي هي هذه الباي أحسب الفوليوم الجديد الفوليوم الجديد VN يساوي كم؟ يساوي الفوليوم الأصلي الأصلي اللي هو هذا الداخلي هنا زائد إيش هذا الجزء الخارجي اللي هو كم؟ ثلاثين بالمئة من إيش من الفوليوم اللي هو الداخلي هنا أوكي؟ إذن الفوليوم الجديد يساوي كم؟ الفي الأصلي زائد ثلاثين بالمئة من الفي هذه الأصلي اللي هي حسبناه هنا طب ما دمنا عرفنا الفي أن ونعرف أنها تساوي أربعة باي على ثلاثة R N كيوبك هل نقدر نجيب الـ RN هذه؟ هل نقدر نجيبها؟ طبعاً نروح نجيب الثلاثة هنا تصير عندنا ثلاثة في أن إيكوال أربعة باي R N كيوبك إذن R N كيوبك تساوي ثلاثة في أن ونجيب الأربعة باي هذا على الناحية هذه تصير أربعة باي إذن R N تساوي كم؟ تساوي ثلاثة في أن على أربعة باي قوة واحد على ثلاثة أو قوة واحد على ثلاثة ممكن نقول جذر التكعيبي لهذا الكلام هنا نفس جذر التكعيبي بس قوة واحد على ثلاثة يلا ندخل هذا الكلام ثلاثة في أن ثلاثة في أن عندي هنا على أربعة باي على أربعة باي قوة كم؟ قوة واحد على ثلاثة من اللي قوة واحد على ثلاثة؟ شوف هذا القوس فتحته هنا فتحته هنا وسكرته كل قوة واحد على ثلاثة إذن بهذا الشكل أقدر أجيب أحل المسألة هذه عن طريق برنامج بسيط على المتلاب يسمح لي بعدين إنه لو قلت لي أنا غلطت يعني بدل ما تحصل لي واحد ونص لأنا ودي ليها خمسة عشر بس أغيجر في البرنامج وأحسب لك من جديد هذا الكلام كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته